ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من كل الديانات من كل الطبائف من كل البلدان مسيحيين ومسلمين وغيرهم ويهود وإلى ما هنالك هذا لا شك يعبر عن الإرادة في العيش المشترك في الاحترام المتبادل اللقية ما هو اسمه ملتقة البحرين للحوار هذا الملتقة اللي هو المؤتمر اللي بيعطيه فسحة المجال لناس تشوف بعضها تلتأ مع بعضها تتحاور مع بعضها هذا مهم جدا خاصة في هذه الأيام اللي شايفين العالم يعاني من حروب كثيرة ومن أوضاع صعبة جدا بالحقيقة يعني نحن شهادتنا مجروحة ومن الصعب أن نتكلم عن شخص جلالته له كل الاحترام والمقام العالي ومنده له دوما بالصحة والعمر الطويل والمديد وياخد بيده لنعضة البحرين وشعبه وبلاده وهذا ما شاهدناه يعني البحرين أنا بال2014 عندما أتيت أرى غير البحرين في هاليومين اللي شفناهم من حيث العمران من حيث النهضة من حيث تقدم البلاد وشعب البلاد اللي منعزه واللي منحبه بداية لابد من شكر جلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذين دعايا لهذا المؤتمر وهذا نتيجة حس عندهما بأهمية السلام في العالم ولكي نثبت السلام لابد أن نعزز القيام والقيام لا تعزز إلا من خلال الأديان ومن خلال المبادئ الإنسانية المهمة لتعزيز الإنسان والتجديد على كرامة الإنسان من هنا أهمية هذا الحوار وأن يعقد في البحرين وهي المملكة التي اشتهرت بالتسامح الديني وبالعيش المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر